شاهدين نتحاول الآن إلى ستوديو الأخبار مع الزميل عصام الفراموي ومعه في ترجمة إلى لغة الإشارة زميل محمد عبدالله صباح الخير يا خالد صباح الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان أخبار التاسع صباحا تأتيكم من التلفزيون المصري أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خالص تعازي مصر حكومة وشعبا لجمهورية السودان الشقيقة ولذوي ضحايا الفيضانات التي اكتاحت عددا من الولايات السودانية داعيا الله عز وجل أن يتغمض الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنته جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس السيسي مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد على تضامن مصر الكامل مع السودان الشقيق في تلك الظروف من جانبه أعرب الفريق أول البرهان عن خالص تقديره لرئيس السيسي على تعازي ومشاعره الصادقة مشيرا إلى ما تعكسه من خصوصية في العلاقات المصرية السودانية على المستويعين الرسمي والشعبي وما تتميز به من قوة ومتانة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكوين جيل متميز من الآئمة والدعاء المستنرين لصياغة رأي عام ديني منضبط على نحو يراعي المستجدات وينتهج فقه الواقع دون الإخلال بالحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع عزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة لاستعراض جهود الوزارة في تطوير هيئة الأوقاف فضلا عن تدريب وتأهيل الأئمة ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بتعزيز جهود دعم الأحوال المالية للأئمة وتكثيف البرامج التدريبية العلمية والثقافية عالية المستوى الموجهة لهم وذلك تعزيزا لاستراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطي الرشيد ومبادئ صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة كما وجه رئيس السيسي بالاستمرار في جهود الحفاظ على مال الوقف وتنميته وحسن إدارته أكد دكتور مصطفى مكبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع بوتيرة أعطاء التطعيمات المضادة لفيروس كورونا للمنتمين لقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي وخلال اجتماع مجلس الوزراء بمقر المجلس بالعالمين الجديدة أكد مكبولي أن هناك توجيهات رئاسية بدرورة الانتهاء من هذه المهمة قبل بدء العام الدراسي من جانبها أكدت وزيرة الصحة والسكان دكتور هالة زايد أنه جار العمل على الانتهاء من أعطاء الجرعة الثانية من اللقاح ضد كورونا لجميع من سجلوا بوزارة التربية والتعليم والبالغ عددهم أكثر من 472 ألفا قبل بداية العام الدراسي الجديد كما أكدت وزيرة الصحة زيادة عدد مراكز لقاحات كورونا إلى 678 مركزا وبدء عمل مركز اللقاح الموسع بالإسكندرية وأشارت زايد إلى تطعيم 1.3 مليون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخلال الاجتماع الأسبوعي لرئاسة الوزراء استعرض وزير الشباب والرياضة استعدادات استضافة بطولة العالم للناشئين لدرجات المدمار والمقررة خلال الفترة من الحادي إلى الخامس من سبتمبر المقبل وذلك بمشاركة 46 دولة وفي هذا الشأن أشار وزير الرياضة إلى أنه تم التنسيق مع كل الجهات والوزارات المعنية لتوفير جميع المتطلبات اللازمة لإخراج البطولة بصورة طليق بمصر كما استعرض الخطة الطبية الوقائية لفيروس كورونا والمقررة خلال فعاليات البطولة هذا وقد وفق مجلس الوزراء على صرف معاش ثابت ودعم مادي للاعب فريق كرة السرعة بمركز شباب دوسوق والذين تعرضوا لحدث مروري أليم وصرف أجهزة تعويضية تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع مع صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقف تدريب الموظفين المرشحين للانتقار إلى العاصمة الإدارية الجديدة كما تابع مدبولي موقف تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية والراغبين في الحصول على وحدات سكنية وتم تكليف المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان ووضع الشروط اللازمة لاختيار المستفيدين على أن يتم الانتهاء من هذه الإجراءات في موعد أقصى ثلاثة أشهر وفي سياق آخر ناقش مدبولي ملف إعادة هيكلة الوزراء على صعيد آخر عقد دكتور مستفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا مع اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاستعراض دراسة حول أصول أراضي مراكز البحوث الزراعية في المحافظات وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأصول والأراضي ومن جانبه أوضح اللواء ناصر فوزي إلى أنه بعد إجراء عمليات المراجعة والتطقيق والتصنيف للأراضي فقد تم عرض الأسبقية الأولى من الأراضي على رئيس سيسي بواقع 51 قطعة أرض مشيرا إلى أن إجمالي عدد قطع الأراضي التي تم حصرها كأسبقية ثانية بلغ 48 قطع وذلك في 15 محافظة أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر حالات وفاء أمس كما أعلنت الوزارة خروج 517 متعافيا من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من الرعاة الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 237 ألفا وست وخمسين حالة نتحول إلى تطورات الوضع في أفغانستان إذ هزت دوي انفجار ضخم العاصمة كابل وذلك بعد ساعات على تفجيرين اثنين استهدف مطار كابل وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنهما قال مسؤول من حركة طالبان إن حصيلة انفجارات مطار كابل ارتفعت إلى 72 قتيلا على الأقل إضافة إلى عشرات الجرحة من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بإنتاجون أن حصيلة الضحايا العسكريين الأمريكيين الذين سقطوا في الهجوم ارتفع إلى 13 قتيلا و18 جريحة هذا قد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده سوف تتعقب مرتكب الهجوم الذي استهدف محيط مطار كابل متوعدا إياهم بدفع الثمن وفي خطاب ألقاه في البيت الأبيض قال بايدن أنه أمر القادة العسكريين باتخاذ أقصى الخطوات الضرورية لحماية القوات في كابل وأضاف بايدن أنه طلب إعداد خطة لضرب تنظيم داعش ولا يتخرسا أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن مهمة بلادها للإجلاء من أفغانستان ستنتهي خلال ساعات مشيرة إلى أن قواتها بدأت المراحل الأخيرة من إجلاء العلقين في مطار العاصمة الأفغانية يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون كان قد أعلن أن بلاده ستواصل عملية إجلاء رعاياها والمواطنين الأفغان من كابل بعد التفجيرين الذين استهدفوا مطار كابل أعزائي المشاهدين إلى هنا ينتهي مجزو الأخبار شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة